رأينا في الفيديو السابق ظهور مونكي دي لوفي الرجل الذي يريد أن يصبح ملك القراصنة وانطلاقه في رحلة لجمع طاقمه والتوجه إلى الخط العظيم بهدف الوفاء للوعد الذي قطعه لشانكس في صغره ليستطيع بعدها لوفي ضم أول لأفراد طاقمه وهو صائد القراصنة زورو بعد إنقاذه من البحرية وعند محاولته ضم نامي كملاحة لطاقمه تقوم بخداعه وتسليمه لأحد القراصنة والمدعو بالمهرج باقي وتخبره على أنها تريد تنضم إلى طاقمه ليوافق باقي على ذلك ويأمر قراصنته برمي لوفي في السجن وتجهيز حفلة لانضمام نامي لهم وبينما كانوا يحتفلون كانت نامي تخطط لسرقة الخريطة وكنز القرصان باقي الذي يأمر قراصنته بتجهيز كرة باقي الخاصة وفي لمح البصر استضاع تدمير جزء من المدينة وقال على أنه سيعبر الخط العظيم يصبح ملك القراصنة لكن يقول له لوفي على أنه من سيصبح ملك القراصنة ليغضب باقي ويقول لنامي أنها إذا كانت تريد الإنضمام لهم يجب عليها التخلص من لوفي لتوضع في موقف صعب فإما القضاء على لوفي أو يتم القضاء عليها من طرف القراصنة يقول لها لوفي على أن هذا ما يحصل عندما لا تكون مستعدة للمخاطرة بحياتها ويضيف أنها لن تكون أبدا مخلصة كفاية إذا كانت مترددة ليأخذ أحد الطاقم الكبريت ليحاول إشعال فتيل المذفع لكن تخرج نامي عصاها وتضربه على رأسه وتقول على أنها لا تريد أن تصبح مثل القراصنة الذين قاتلوا شخصا عزيزا عليها لكن يخبرها لوفي على أن الفتيل ما زال مشتعل فتحاول إطفاءه لكن يكون ذلك بدون فائدة لتضطر إلى إيقافه بيدها يحاول بعد ذلك قراصنة باقي الهجوم عليها لكن يتزخل الزورو وينقلها فيقول له لوفي على أنه تأخر وعند سماعهم اسم الزورو يرتعد الجميع ليعتقد باقي على أنه جاء من أجل استياده لكن يخبره على أنه لم يعد صائد القراصنة فيقول باقي على أنه بقتل صائد القراصنة زورو ستزيد شهرته ومن ثم يهجم عليه ليقطعه زورو إلى نصفين لكن يبدأ الجميع بالضحك كأن شيئا لم يحدث وبدون سابق إنذار يطعن زورو فجأة من الخلف ويتبين على أن باقي لم يموت بعد وبأنه أكل فاكهة الشيطان تدعى برابرانومي أو فاكهة الإنقسام ليغضب بعدها لوفي يقول على أن الهجوم من الخلف هو عمل مشين ويصفه بدل أنف الأحمر ليجنج نون باقي ويهجوم على لوفي لكن يتصدله بأسنانه ويكسر السيف على طريقة سيطم الأصلع ويخبره على أنه سيجعله يحلق عاليا فيبدأ الكل بالضحك على ما قاله لوفي ليبدأه أيضا بالضحك ويطلب من زورو الهرب لكن يهجم عليه باقي بسرعة ليتصدله ويتوجه نحو المدفع ثم يوجهه نحوهم ويخبر نامي أن تجعل الفتيل لتنفجر القنبلات على باقي ومن معه وبعد تمكنهم من الهروب يقول باقي على أن هذا إعلان للحرب ليظهر شخص على ظهر أسد ويدعى موغي وقال على أنه يريد صيد الزورو في تلك الأثناء يكون الزورو يحمل قفص لوفي فوق ظهره بالرغم من إصابته الخطيرة يا الله عليك الزورو والله فخم وهذا ما يجعل نامي تتسائل لما يفعل كل هذا من أجل قرصان بعدها يغم على الزورو من شدة إصابته فيجدون أمامهم كلبا أبيض وعند محاولة لوفي لم سيقوم بعضه من وجهه لتأتي بعدها نامي وتعطيه من المفتاح لكن يقوم الكلب بأكله وعند محاولة لوفي إرجاعه يكون الأمر بدون فائدة ليظهر بعدها عودة المدينة وعندما رأى إصابة الزورو يقوم بإدخاله داخل منزله ليسقط نائما يسأله لوفي بعد ذلك عن سبب تواجده في المدينة ليخبره على أن هذا محل صديقه الذي توفى قبل ثلاث أشهر وشوشو هو كلبه فاضطر للبقاء لإطعام شوشو لأنه لا يرجع ترك المحل وبقي جالسا لحمايته بعدها يظهر فجأة موغي وأسده العملاق اللي يسخر منه لوفي لكن يهاجمه الأسد فينكسر القفص ثم يسدد له الأسد ضربة أخرى قوية أرسلته محلقا لأحد المنازل فيكتشف الأسد على أن المحل الذي يحرسه شوشو هو محل حيوانات أليفة لهذا يتوجه إليه ليأكل الطعام الموجود هناك يصدم بعدها العمد ونام من إمكانية لوفي للنجاة بالرغم من تحطم المنزل بأكمله فيسأله العمد عن سبب تواجته هنا ليخبره لوفي على أنه يجمع طاقما للدهاب إلى الخط العظيم ثم يذهب للبحث عن موغي وفي نفس الوقت يكون الكلب شوشو يحاول حماية محل صاحبه لكن يكون الأمر بدون فائدة وبعد وصول لوفي يجد الكلب الصغير واقفا أمام محل صاحبه الذي سمى حرقه ليشعر بالغضب لتوجه إلى الأسد وصاحبه ويقوم بجلد كلاهما وعند عودته تحاول نامي مهاجمته وتقول على أن القراصنة هم سبب كل هذا لكن يقف العمد ليتوجه لوفي إلى الكلب الصغير ويعطيه علبة الطعام التي سرقها الأسد ثم يجلس بجانبه لتذلك نامي على أنه قام بالمخاطرات بحياته من أجل إسعاد الكلب ينتقل بعدها المشد إلى باقي الذي يكون غاضبا من تابعه موغي ويسأله كيف يمكنك الخسارة من زورو لكن يخبره موغي على أن صاحب قبعة القش هو من قام بهزمه ليقول باقي لطاقم أن يجهز قنبلة باقي الخاصة وفي نفس الوقت يكون عمدة المدينة غاضبا لأنه عديم الفائدة ولم يستطع حماية مدينته لتنطلق قذيفة بعدها وتدمر منزله أمام عينيه فيصر خلوفي على أن الزورو ما زال داخل المنزل لكن يظهر الزورو بين الحطام وكأن شيئا لم يحدث لينطلق العمدة إلى مكان باقي فتحاول نامي إيقافه لأنه سيقتل إذا ذهب هناك لكنه يخبره على أنه يعلم هذا ثم يذهب يعرض بعد ذلك لوفي على نامي الانضمام للتعقميه لتوافق لكن بشرط أنها لن تصبح قرصانة بل فقط لأن لديهم مصالح مشاركة وفي اللحظة التي كان باقي سيدر بقنبلته التالية يظهر عمدة المدينة أمامه فيحاول باقي القضاء عليه لكن يمنعه لوفي فيقول العمدة على أنه لا يرجع تدخل أي أحد وعند مقاومة يقوم لوفي بضربه حتى يفقد وعيه لتغضب نامي من تصرف لوفي المتهور لكن يخبرها الزور على أن هذا لمصلحته لأنه سيكون عائقا في طريقهم يتجهز لوفي بعد ذلك ويصرخ بكل قوة هيادة الأنف الأحمر فيغضب باقي ويأمر طاقمه أن يطلق عليه كرة باقي لكن يقوم لوفي بتفخ جسده والتصدي لكرة المدفع وسط صدمة الجميع ثم يعيدها لهم ليستطيع باقي النجاة من الانفجار باستعمال طاقمه كذرع ثم يستقد موغي ويحضر باقي على أن لوفي أكل فاكهة الشيطان وأنه الفتى المطاطي يخرج بعدها أحد طاقم باقي والذي يدعى كباقي والذي كان قد استخدم أسد موغي كذرع من الانفجار ليهجم عليه موغي لأنه استخدم أسده كذرع لكن يقوم بركله ناحية لوفي ليقوم لوفي هو أيضا بركله ناحية الجدار بعدها يتوجه كباقي للهجوم على لوفي لكن يصده الزورو ويخبر لوفي أن يدعى الأمر له فيلاحظ كباقي بعدها إصابة الزورو فيستخدم خدعة النار ويستهدف مكان الإصابة ليسقط الزورو بعدها على الأرض متألما ثم يقوم بصنع سحابة من الغبار ويهاجم الزورو في مكان إصابته مرة أخرى لتصرخ نامي على لوفي بعدها أن يساعده لكنه لا يحرك أي ساكن يهجم كباقي مرة أخرى على الزورو لكنه لم يقوم بتفادي هجومه ويقول على أنه سيريه الفرق بينهم ثم يستعد لاستعمال سيوفه الثلاث لتقوم نامي بالرحيل وتقول للوفي على أنه ستذهب لسرقة كنز باقي وإذا استطاع النجاة ستقابله مرة أخرى يهاجم بعدها كباقي الزورو لكن يتمكن من صد هجماته ليتدخل باقي ويحاول الهجوم على الزورو هو أيضا لكن يقوم لوفي بإيقافه وإخباره على أنه عندما يقاتل الزورو عليك الجلوس والمشاهدة أحسنت القول يا لوفي يقول الزورو بعد ذلك على أنه بدأ يشعر بالتعب ليضحك كباقي ويقول على أنه تعب من قتاله بهذه السرعة لكن يجيبه الزورو على أنه تعب من حركاته البهلوانية ليشعر كباقي بعدها بالإهانة ويقوم بالهجوم عليه لكن يتمكن الزورو من تسديد ضربة قادية له باستعمال فن سيوف الثلاث ثم يسقط نائما ويترك الباقي للوفي في تلك الأثناء تكون نامي قد وجد اسكنز القرصان باقي وقامت بسرقته كله لكن عند مغادرتها تشعر بقليل من التردد تعود بين الأحداث وبعدها إلى لوفي الذي أخبر باقي على أنه سيتوجه للخط العظيم لكن يقوم بالسخرية منها ليقول له لوفي على أنه سيصبح ملك القرصان فيغضب باقي ويقول على أن هذا حلم كل قرصان ثم يضيف على أنه بعد لوفي تذكر بشخص ما وشعره أحمر ليتفاجأ لوفي ويسأله عن مكان شانكس لكن يرفض باقي إخباره ليقول له لوفي على أنه سيجعله يعترف بالقوة يبدأ بعدها باقي بالهجوم لكن يستطيع لوفي تفادي هجمته ثم يهجم عليه من جديد لكنه يستطيع تفاديها مرة أخرى ليقوم لوفي هو أيضا بالهجوم لكن يقوم باقي بفصل رأسه عن جسده لتفادي ضربة لوفي فيغضب لوفي بعدما تم خدش قبعته لإذرك باقي على أن أهمية القبعة عند لوفي كبيرة فيهجم عليه مرة أخرى لكن كان يستهدف القبعة ويقول له على أنه سبق وراءها في مكان ما ليغضب لوفي بعدها ويخبره أن يعيدها له لأنها قبعة شانكس يتفاجأ باقي بهذا ويبدأ بالدوسع على القبعة لأنه يكره شانكس فيسأله لوفي هالأبحر معه ليجيبه باقي على أنهم كانوا على متن نفس السفينة عندما كانوا قراصين مبتدئين بعد ذلك يهجم عليه لوفي ويسدد له ضربة قوية ويسأله عن علاقته بشانكس فيقول له باقي بكل حقد لأنه الشخص الوحيد الذي لن يسامحه في حياته لما فعله تعود بين الأحداث بعدها لباقي والشانكس عندما كان صغار وأثناء شجارهم يدخل أحد الأشخاص ويوقفهم ثم يخبرهم على أن هناك سفينة وأثناء الهجوم عليها يجد باقي خريطة كنز وقام بإخفائها عن الجامع لكن يكتشفه شانكس ثم يجلسون مع أنه يبدأون بالحديث عن أحلامهم ليخبره شانكس على أن هدفه وجمع طاقة مستكشاف العالم ثم يضيف على أنهم وجدوا كنزا في السفينة يدعى فاكهة الشيطان تعطيك قوة غريبة لكن تفقد من أكلها القدرة على السباحة ويقول على أنهم قرروا بيعها وسعرها سيكون 100 مليون بيلي ليصدم باقي من تمنيها الكبير وفي الغد يقوم باقي بأكلها أمام الجامع لكن تكون فاكهة مزيف لأنه خبأ الحقيقية في مكان ما بهدف بيعها وربح المال ليظهر شانكس بعدها ويحاول باقي تخبئة الفاكهة عنه لكنها يأكلها بالخطأ وتسقط خريطته في البحر وعند محاولة باقي اللحاق بها والقفز في البحر لم يستطع السباحة ليستدخل شانكس وينقضه في الأخير تعود بعدها الأحداث للوقت الحاضر ويقول لوفي لباقي على أن الشانكس ومن أنقضه فيغضب ويقول على أنه بسببه تأخرت خطته 10 سنين ومن ثم يهجم باقي لكن يكون هجومه على نامي لأنها قد زرقت كنزه وقبل القضاء عليها يقع أرضا ليتضح على أن لوفي من ضربه وأنا مستقبل عائلته في تلك الأثناء كان أهل المدينة بعد تأخر العمدة في الرجوع قد قرروا القتال لاسترجاع مدينتهم بعدها يقول لوفي لنامي على أن تترك الكنزة وتذهب لكنها تتفض ذلك وتجيب على أنها من المستحيل أن تدعى كنزها ليقول بعدها باقي على أن هذا كنزه لكنها تجيب وتقول على أنها صارقة قراصنة لهذا سرقت كنزه فهو الآن أصبح ملكها يتدخل لوفي ويقول على أن كلامها حقا منطقي لكن يهجم باقي بعدها على نامي وبينما كان يتخاطفان على الكنز يقضي عليه لوفي بركلة قوية لكن يظهر على أن باقي ما زال حي وعند محاولة الالتحام مع باقي أجزاء جسده يخرج بهذا الشكل الغريب وتكون نامي هي التي أمسكت بباقي أجزاء جسده وربطتهم بإحكام ليقول له لوفي وداعا ويضربه ضربة قوية طياراته في السماء فرحت نامي بعد ذلك بحصولها على الكنز وأعطت للوفي خريطة الخط العظيم ووافقت على الانضمام لطاقمه ليذهب لوفي بعدها لإيقاد الزور الذي كان متعبا وغير قادرا على المشي وفي تلك اللحظة يصل أهل المدينة ويجدون العمدة مغميا عليه ليسأل لوفي والبقية عما حصل فيخبره لوفي على أنه من ضرب العمدة ويضيفه يقول على أنهم قراصنة في وسط صدمة نامي وضحك الزور ليبدأ بعدها أهل المدينة باللحاق بهم وفي طريقهم يظهروا الكلب شوشو ويحاولوا إيقافهم بهدف رد الجميل للوفي يستيقضوا بعدها العمدة ويسألوا عن مكان لوفي والآخرين فيخبره أهل المدينة على أنهم طاردوهم للميناء يغضبوا العمدة بعدها ويدهبوا مسرعا إلى الميناء ويبدأ بشكر لوفي والآخرين على إنقاذ المدينة والدموع تنهمر من عينيه وهذه نهاية قسم الثاني من حكاية لوفي لا تنسوا الدعمي أصدقاء باللايك وسبسكرايب من أجل نزول الجزء الثالث في أقرب وقت وأراكم في المقطع القادم